إخواني أخواتي محبب بكم في الحلقة الثانية من برنامج ماتش بودكاست الحلقة الثانية تأتيكم اليوم الأحد 13 نومبير 2023 فيها نناقش مجموعة من المواضيع على الشكل التالي وصلت الضوء على مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة منتخب الفتيان في كأس العالم المقام في أندونيسيا ثم المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي الأول أمام منتخب تنزانيا بضار السلام في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2006 وعيشان ثم في المحور الأخير نصلت الضوء على هاشتاك تم رفعه في احتجاجات الأسرة التعليمية هذا الهاشتاك كان تحت عنوان تعليم الأجيال قبل المنظر بسرعة ندخل في محاور النقاش النقطة الأولى تهم منتخب الوطني لأقل من 17 سنة منتخب الفتيان الذي تأهل إلى الضوء الثاني الضوء النهائي من نسخة كأس العالم المقام في أندونيسيا هذا الشهر المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة سعيد شيبا تأهل إلى الضوء الثاني براسط 6 نقاط بعد فوزه على منتخب باناما في الجولة الأولى ثم الهزيمة التي كانت في الجولة الثانية أمام منتخب الإكوادور ثم الانتصار على أندونيسيا المنتخب المستضيف في الجولة الثالثة بتلات أهدف مقابل هدف النتائج التي ممكنت لمنتخب الوطني المغربي للفتيان منتصد دور المجموعة الأولى أمام منتخب كولومبيا الذي كان وصف المجموعة خمس نقاط ثم أندونيسيا ثم باناما الموعد المقبل سيكون دور توم النهائي دور الذي سيصدر فيه المنتخب الوطني المغربي مع منتخب إيران منتخب إيران الذي حل في المركز الثالث في المتبة الثالثة في مجموعة قوية كضم منتخب البرازيل حامل اللقب ومنتخب إنجلترا ثم منتخب كاليدونيا الجديدة على ما أعتقد المنتخب الإيراني تحدي الذي سيكون صعب أمام أبناء مدرب سعيد شيبا المنتخب الإيراني مدرسة الإيرانية التي نعرفها مدرسة طاكتيكية مدرسة التي تنتز بالصلابة الدفاعية بالقدرة على مجارة أعتل المنتخبات خاصة في المسابقات العالمية دائما المنتخبات الإيرانية تقدم أداءات العالية ومن المنتخبات الرائدة في القارة الأسيوية طبعا هذا المنتخب الإيراني كيف نتصف الجولة الأولى من كأس العالم أمام منتخب البرازيل فإحدى مفاجآت الدور الأول نتصر على منتخب البرازيل حامل اللقب بثلاثة أهدف مقابل هدفين ثم نتصر على منتخب كاليدونيا الجديدة فيما كانت الهزيمة الوحيدة لهم أمام منتخب إنجلترا وبالتالي فمنتخب إيران منتخب يضرب له ألف حساب وسيكون ندا قويا لأشبال أو لفتيان أطلس منتخب الإيراني كيمتاز بالقامات الطويلة بالبنية الجسدية الضخمة مقارنة مع العناصر للمنتخب الفتيان وبالتالي يكون تحدي صعيب وصعب جدا أمام ساعد شبا لتجاوز هذا المنتخب والتأهل إلى ضوء ربع النهائي وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ هذه الفئة العمرية في المنتخبات الوطنية هذا المقابلة ستجرى يوم الثلاثة المقبل على الساعة الواحدة ظهران فكل توفيق لأبناء ساعد شبا لتحقيق التأهل وإفرح الشعب المغربي نمر إلى المحور الثاني لنسلط في الضوء على المقابلة الأولى للمنتخب الوطني المغربي الأول بقيادة المدرب وليد رجراجي في تصفيات كأس العالم الفاني وستة وعشرون التي ستقام بأمريكا وكندا والمكسيك المقابلة ستجرى بالعاصمة التنزانية ضر السلام أمام المنتخب المحلي منتخب التنزاني المقابلة اللي ستكون المقابلة الأولى للمنتخب الوطني المغربي كان عرفوا أن المقابلة الأولى كان مبرمج أنها تقام في المغرب بين المنتخب المغربي ومنتخب إيريتيريا هذا الأخير نسحب بشكل نهائي من تصفيات كأس العالم بأسباب كتخص الجامعة الإيريتيريا وبالتالي المنتخب المغربي وجد نفسه أمام استراحة طويلة الأمد ويستهل المباراة ديالو يوم ثلاثة المقبل أيضا على الساعة الثامنة مساء بضع السلام أمام منتخب تنزانيا نتذكروا بنتائج الجولة الأولى من هذه المجموعة المجموعة الخامسة وتجروا فيها مباراة المنتخب المغربى كيف ما كان في السراحة وتجروا فيها مباراة المباراة يجسل المتخب الزنبيا ومنتخب الكونغو برازارويل مقابلة اللي إنتهت بفوز منتخب συνبيا به أربعة مقابلة 2 ثم المقابلة الثانية كانت بالمنتخب تنزاني والمنتخب النيجر المقابلة التي تجرت بمراكش كان فيها النجاب والمستضيف تنعفوا أن المنتخب النجاب يستطيع في مباراة ديالو في المغرب نظرا لعدم تأهيل ملاعب دولة النجاب المقابلة التي انتهت بفوز المنتخب التنزاني بهدف نظيف المقابلة التي كانت بمنتخب زنبيو ومنتخب الكونغو برازافيل مقابلة التي انتهت بفوز زنبيو كما قلنا بأربعة أهداف مقابل هدفين قدم فيها المنتخب الزنبي منتخب رصصة النحاسية أداء لمميز جدا صراحة تبعة المقابلة والمنتخب الزنبي قدم الأوراق ديالو بأنه سيكون المنافس رقم واحد للمنتخب المغربي على بطاقة التأهل في هذه المجموعة كنعرفوا أن نظام تصفيات دياله هاد النسخة من كأس العالم 2026 اللي غد تقام بـ 48 منتخب لأول مرة في تاريخ المنديل نظام تصفيات في القارة الإفريقية عنا تسع ديال المجموعات بواقع أبعو 50 منتخب أسباح و 53 بعد انسحاب منتخب إيريتيريا عنا تسع مجموعات كل مجموعة فيها ست منتخبات بستنا مجموعات المنتخب المغربي اللي فيها خمس منتخبات كما ذكرنا تسع مجموعات يتأهل متصدر كل مجموعة وبالتالي يتأهلوا تسع منتخبات مباشرة إلى نهائية كأس العالم 2026 بأمريكا كندا والمكسيكا ثم أفضل أربعة منتخبات كتثل المركز الثاني كتخذ واحد الملحق إفريقي كيف فرض لنا منتخب واحد هذا المنتخب كيشارك في الملحق العالمي الملحق العالمي مع أوقيانوسيا مع آسيا مع أمريكا الشمالية مع أمريكا الجنوبية وبالتالي فنتحدث على تسع مقاعد ونصف كالتمنح للقرى الإفريقية تسع مقاعد مباشرة ثم مقاعد يتم المنافسة عليه في الملحق العالمي وليد رجراجي استدعى المعسكر ديال هذا الأسبوع الدولي استدعى 25 لاعب لخوض مبارتين اللي كانوا مبرمجين اللي اطلقت المبارة الأولى من إيريتيريا وبقت المبارة الثانية أمام تنزانيا 25 لاعب حفظ فيها وليد رجراجي على الهيكل الأساسي ديال المنتخب اللي خاط به نهائية كأس العالم الأخيرة واللي قال أنه سيحفظ على نفس ذكائز الأساسية قريبا حتى نهائية لكان المقبلة بلكدفور مطلع السنة المقبلة ثم سيكون بعد ذلك واحد جديد كبير في الهيكل ديال المنتخب كل توفيق لكتيبة وليد رجراجي كل توفيق لمنتخب الوطني المغربي للعودة بالانتصار وبالتالات نقاط الأولى من تنزانيا والنقاط اللي هتكون مهمة جدا في استهلال المشوار في هذه المجموعة لحسن بطاقة التأهل إن شاء الله مباشرة بدون حسابات كثيرة دوزو المحور الثالث في هذه الحلقة اللي هو واحد الهاشتاغ ظهر في احتجاجات ديال النساء ورجال التعليم الهاشتاغ اللي هو تعليم الأجيال قبل المنديل طبعا ارتأيت صراحة أنه يكون هاد الهاشتاغ في هذه الحلقة بدت لأن صراحة كنا كنتفقوا مع احتجاجات ومطارب ديال النساء ورجال التعليم كنا كنتفقوا على أهمية إصلاح قطاع التعليم هذا الأمر يعني كنا نذير به من منابر أخرى ومن منصات أخرى سنوات هذه وليس الآن فقط وبالتالي لا أحد يعني يزيد حول أهمية التعليم أهمية إصلاح القطاع أهمية النهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم اللي كنا كنا نعرف المعاناة ديالهم في هذا القطاع لكن خلونا نكونوا متفقين من رجال ونساء التعليم أو فئة من رجال التعليم هي التي تمنت هذا الهاشتاك وتظن أن تنظيم المنضيض سيكون على حساب إصلاح التعليم وفي كثل الحالتين نحن أمام مصيبة حقيقية لماذا؟ فإن كانت هاد الفئة مندسة وسطة هاد المطالب ديال رجال ونساء التعليم فالأمر أعتقد صراحة أنه هاد المطالب كتمشي نحو الفشل أو إفشالها هاد الفئة المندسة بهذا الهاشتاك تكون أحكمات على هاد المطالب بالفشل والإعدام وهاد الفئة هي بذلك ضد مصالح رجال ونساء التعليم وإن كانت هاد الفئة ضمن رجال ونساء التعليم ماشي في أموندسة وبالفعل تتبنى عن جهل أو عن علم هذا الهاشتاك فالأمر مصيبة أخرى أن تنظيم المونديال كيف ما كنعرفه المملكة تقدمت أطلب استدافات المونديال في خمس مرات سابقة وهذه المرة الساسعة وفي المرات الخمس السابقة ترفض الملف ديالها ثم تقبل في هذه المرة السادسة بعد تقديم ملف مشترك مع مملكة إسبانيا ثم البورتغا بالتالي فالمونديال هو ورش ملكي المونديال هو ورش ديال أمة بأكملها بالقيادة ديالها لا علاقة الملف مونديال لا بلقجة لا بوزارة الطابية الوطنية والتعليم والرياضة لا علاقة ما بالملف مونديال 2030 مع ملف التعليم لكي نكون واضحين في هذه المسألة أنه صراحة يعني كان تابع هذا الملف ديال التعليم لأنه يعنينا جميعا ولكن في غفلة من الجميع كي يخرج هذا الهاشتاك اللي صراحة أطار أطار نوعا ما استفزازي لأني عرف خطورة ديال المسج ما بين المونديال أو الخلط ما بين المونديال والتعليم هذا هاشتاك اللي غارق في الشعبوية غارق في اللخبطة وفي تبخيس واحد المجهود ديال القيادة وديال شعب وديال مجموعة من الفعاليات من أجل جلب المونديال بعد عقود طويلة من المحاولة إلى المغرب في تالي كنقول أن المونديال وأكد عليها أن المونديال لا علاقة له بإصلاح التعليم وميزانية اللي غتشيت بها المنشآت الغياضية غتشيت بها المنشآت الغياضية والملاعب وما إلى ذلك البنية التعليم اللي غتشيت بها المونديال هذا أدواش اللي ملكي والميزانية اللي التفضلت له فتفضلت له منذ مدة هذا حلم اللي مؤجل كيفما قلت منذ عقود وتكتب لي أنه يتحقق في هذا العقد ومع هذا الجيل اللي غيستفز منه من جميع من جامعة الجوانب لا من جانب الاقتصادي لا من جانب الثقافي لا من جانب السياسي لا من جانب الثقافي لا من جانب الزياضي لا من جانب البني التحتية وما إلى ذلك كنعافو المونديال أمم اللي الصدفة المونديال يعني خاصة نرجع للتاريخ شوية للورا جميع الأمم اللي الصدفة المونديال استفدت منه لتخريق قفزة نحو الأمام غير بعيد يعني نشوفه في إسبانيا الجار دينا الشمالي من الصدفة المونديال سنة 1982 كيف تحولت إسبانيا من دولة عادية إلى دولة تصنف في مصاف الدول العظماء أو الدول ديال المقدمة وبالتالي نكونوا شوية عقلة في تعامل مع هذا الملف ونحافظوا على المطالب المطالب المشروعة ديال ملف التالي بعيدا على المندسين بعيدا على الشعارات الغوغرائية والشعارات اللي اللي كتزرع بنوايا اللي أؤكد أنها سيئة ولا علاقة لها بإصلاح هذا الملف ما بغيتش نطول صباحة في هذا النقطة لكي لا يساء فهمي وإلا في المنديال كيف ما قل سابقا وكان عاودنا أكدها وهواش ملكي وهواش ديال شعب وأمة كما جاء في الخطاب في الخطاب الملكي وكما جاء في فيسالة الملكية اللي زف بها النبأ ديال استضافة هذا الحادث للشعب المغربي فمطلوب صراحة من الجميع أنه قبل ما يتبنى أي هاشتاك يحاول يدي واحد البحث بسيط يحاول ما يزبش في اتخاذ بعض المواقف اللي لا نعرف لا نعرف اللي التبعات ديالها أو الخفايا ديال موليا إلى هنا أصل إلى نهاية هاد الحلقة طبعا هذا رأي اللي أحتفظ به وحاولت نشاركه معاكم اللي عنده رأي آخر وبغير نقشنا في هاد الموضوع فمجل التعليقات مفتوح نقش فيها باحترام وبمسؤولية نطلب من الجميع أنه لتبع هذه الحلقة حتى نهايتها أنه يشارك معنا باشتراك وبتعليق ويدعم القناة من أجل المواصلة شكرا وإلى اللقاء